اشهد معالي الشيخ سلمان بن خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون الايجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشرعية والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن في المقام الاول والتي من خلاله تبلورت العديد من المشاريع الحيوية لصالح الوطن والمواطن بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيشان ويساء الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه مشيرا معاليه الى ان تنفيذ قرارات واجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة اربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار بحريني التي جاءت وفقا للتوجيهات الملكية السامية هي الاولوية القصوى التي تسعى وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيقها في اسرع وقت ممكن معربا عن تطلعه الى العمل جنبا الى جنب لتسريع الاجراءات التشراعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص في مملكة البحرين جاء ذلك لدى اجتماع معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني في مقر مجلس النواب مع كل من اصحاب السعادة رئيس وعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية بمجلس النواب بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي احمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم خلال الاجتماع اطلاع السادة اعضاء لجنة الخدمات واللجان النوعية على كافة تفاصيل الحزمة واهدافها والتي تسعى الحكومة لتحقيقها على وجه السرعة بما يصب في صالح المواطنين والقطاع الخاص في المملكة معربا عن التطلعات لتعزيز تنفيذ التوجيهات الملكية باطلاق الحزمة وبالاخص مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال الموافقة على اقرار مشروع قانون المحال الى السلطة التشراعية بصفة الاستعجال اعمالا بنص المادة 87 من الدستور والذي يهدف الى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للاشهر ابريل ومايو ويونيو لعام 2020 وفق الحد الاقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي وذلك بقيمة اجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني وقال معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ان الجهود الوطنية مجتمعة اليوم تقف صفا واحدا لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا انه بالتعاون والتكاتف المعهود بين السلطتين التنفيذية والتشرعية سيتم انجاز نجاح جديد في مسار العلاقات التي اصبحت احدى النماذج المتميزة في وضع مصالح البلاد العليا كأولوية في العمل المشترك في لقائنا اليوم معالي الشيخ سلمان وزير المالية وكذلك سعادة الوزير العمل والتنمية الاجتماعية استاذ شميل حميدان تم التشاور معهم في المشروع اللي راح يقدم الى مجلس النواب وهو دفع رواتب العاملين البحرينيين في القطاع الخاص وراح تتسهل لهم الكثير من الامور طبعا هناك حزمة من المساعدات المالية اللي الحكومة مشكورة بقيادة سمولي الاهد الله يحفظها بادرت من ضمن الدول القليلة جدا على مستوى العالم في دفع ودعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص وهذا اندلدل على حرص القيادة الرشيدة على انهما يدعمون بقاء البحرينيين في وظائفهم خصوصا في ازمة عالمية على مستوى الاقتصاد العالمي بسبب انتشار وباء كورونا هذا القانون الذي سيحال ان شاء الله الى مجلس النواب سيكون خصوصا الى المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص واحنا نشكر القيادة الرشيدة على احالة مثل هذه القوانين لانها ستكون في مصلحة المواطن البحريني احنا نقول رقم واحد الرواتب رقم اثنين القروض ورقم ثلاثة دفع الفواتير الكهرباء والماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر